أختك أحن مخلوق عليك على وجه الأرض بعد أمك هي أمك الثانية تحبك تخاف عليك تحرص على مصلحتك تدعو لك بظهر الغيب ولو خيرت بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها وفي المقابل إن أحسنت إليها وأحسنت صحبتها فأبشر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم منعال ابنتين أو أختين فأحسن صحبتهما إلى أن يموت أو يموتن كنت أنا وإيه في الجنة كهاتين وأشار النبي صلى الله عليه وسلم للسبابة والوسطى فأحسن إليها صاحبها حسسها بالأمان كن خير صاحب لها أنفق عليها بما تستطيع من مالك وأبشر عندها بإذن الله ستكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين